كل يوم في مخيمات اللاجئين هو يوم للمرأة وليس يوم واحد في السنة فما تقدمه المناظلات هنا أعظم أن يذكر في يوم بو مخروطا باركا مثال للمرأة الصحراوية المناظلة عبر سنوات كفاحها السياسية والإدارية مريت بعض التمهام من عريفة لمديرة لعضو مجلس الوطني الصحراوي لأمينة عامل باطل المدرسة السبع عشرين فبراير وقضعت دائرة باطل المدرسة السبع عشرين فبراير معناه أنه جميع الحلقات وجميع الوظائف مفتوحة للمرأة الصحراوية رغم كانت ضعفها وجاهلها في ذلك المراحل ولكن إرادتها أقوى هي من ذلك الضعف التي حاسة به الثامن مارس ذكرى عزيزة على قلوب الصحراويين جميعا فإذ أنه يوم للمرأة العالمي فهو كذلك ذكرى السقوط أول شهيد في معارك التحرير نحن عندنا مناسبة ثانية أهم حتى من مولي من ذلك هو أول شهيد يسقط في حرب التحرير إذن بشير الحلاوي أول شهيد عند الجبهة أول شهيد يعني سالت دماؤه على الوطن من أجل التحرير وإلى حد الآن إحنا مواصلين قد اللي نجيبنا من الأولاد وقد عزيزة الأولاد وقد يعني عزيزة الأخوة والأجواز الوطن فوق كل شيء إذن رسالتنا عن طالب من النساء ومن العالم كامل سيئني كانوا منظمات حقوق إنسان أو صليب أحمر أو أي حد يقف في لاجنة بقضية الصحراوية لأنهم أهم شيء عندنا هو فك الحصار على المدر المحتلة عن إطلاق صراحة المعتقالين الصحراويين أكديميزيكو والمجموعة كاملة اللي معاه ما تحويه ذاكرة باركة من تاريخ وكفاح عبر السنين لا يقل وهمية عما تحمله كل النساء الصحراويات التي ترعرنا في حب الوطن ولا زن